السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحكومة المغربية تبشر أعوان السلطة بزيادة مهمة في الأشهر ومبروك عليكم ومبروك لأحقاش يعني عندما تحدث توازير الداخلية البتد في يعني في البرلمان في المستشارين تقريبا ما يقرب 8 أشهر يعني تقريبا سنة ووعد بأنها قاعد يعني تكون يعني تحسين أعوان السلطة فيما يخص يعني نظام دي المخاص وزيادة في الأجور الزيادة في الأجور ستزاد يعني ستحسب لهم يعني تقريبا شيء ألف درام يعني شهريا وستتفرقها تقريبا على ثلاثة يعني تلتشهور أولاً ستبدأ من فاتح يوليوز 2023 مبروك عليكم ومبروك لأحقاش المجهودة للجبار التي قم بها العوان السلطة خاصة في يعني في الوقت هذه الكورونا للتعاوض يعني وثارة السلحة تعاوض الممردين والأطيبة والعوان السلطة ما تعاوضوش ولكن الحمد لله ها تكون هذه الزيادة هذي ها تنبعهم كتعاوض آآ بالنسبة ل يعني مشهور ألفين وثلاثة وعشرين يوريوز الشيوخ حضاريين الفئة الأولى التعاوض عن المهام بالدرهم يعني غادي ألف وثلاثمئة وفمسوعة وعشرين فاصل اربعين يعني و الفئة تانية غادي التعاوض بألف وتلاثمئة وثنين وثلاثين فاصل اربعين الفئة الأولى تعويض عن التمثيل 1154.60 الفئة الثانية تعويض عن التمثيل 1164.60 الفئة الأولى تعويض عن التجول الفئة الأولى 955.90 والفئة الثانية 963.90 المقدمين الحضاريين هذا الشيء هو حضاري اللي قلت لكم أما المقدمين الحضاريون تعويض عن المعام 1271.70 والفئة الثانية 1241.50 بالنسبة للتعويض عن التمثيل الفئة الأولى 980.50 بالنسبة للفئة الثانية 1003.50 بالنسبة للتعويض عن التجول بالنسبة للفئة الأولى 837.20 بالنسبة للفئة الثانية 849.40 بالنسبة للعريفات العريفات يعني 953.30 التعويض عن المهام التعويض عن التمثيل 1137.30 والتعويض عن التجول يعني 895 هذا المسبة للفئة الثانية يوليز سيبدأ نظره على فاتح يناير 2024 الشيوخ حضاريين وخايا ما بقى ترقية انقساط ما بقى ترقية الشيوخ حضاريين من 2017 ما بقى ترقية الشيوخ ما بقى ترقية الشيوخ حضاريين الفئة الأولى 1425.40 الفئة الثانية 1432.40 هذا التعويض عن التمثيل الفئة الأولى 1254.60 الفئة الثانية 1264.60 كما حفر قليل الفئة الأولى 1055.90 الفئة الثانية 1063.90 بالنسبة المقدمين الحضاريين يعني مساعدة السلطة التعويض عن المهام 1371.70 الفئة الثانية 1381.50 التعويض عن التمثيل التعويض عن التمثيل يعني عند فئة الثانية 9 여ты zczっと Renstall الفئة الثانية تتعويض عن التلسل الفئة الأولى 937.20 والفئة الثانية 949.40 ما معنى الفئة الأولى والفئة الثانية يعني أقدمية الفئة الثانية هي أقدمية والفئة الأولى يعني باقي جديد هنا ننظر على التعويض يعني في مئة خص سنة 2025 يعني هاتش متقسم على ثلث سنين 23 24 و 25 الشيخ الحضاريون الفئة الأولى 1525 هذا الشيخ الثانية 10.40 الفئة الثانية 1532 هذا في مئة خص التعويض عن المهام بالدرعم أما في مئة خص التعويض عن التمثيل بالدرهم الفئة الأولى 1354.60 الفئة الثانية 1364.60 في مئة خص التعويض عن التجول بالدرهم الفئة الأولى 1255.90 الفئة الثانية 1223.90 هذا في مئة خص الشيخ الحضاريين أرى للمقدمين الحضاريين الفئة الأولى 1471.70 في مئة خص التعويض عن التجول بالدرهم في مئة خص التعويض عن التجول بالدرهم الفئة الأولى 1481.50 هذا في مئة خص التعويض عن التجول بالدرهم الفئة الأولى 1481.50 هذا في مئة خص التعويض عن التجول يعني الفئة الأولى 1137.20 الفئة الثانية 1449.40 هذا الشيء فهمكم جيد أرى هنا العريفات العريفات التعويض عن المهام 1153.30 وفي مئة خص التعويض عن التجول الفئة الأولى 1532.30 وفي مئة خص التعويض عن التجول 1195.30 هذا الشيء المرسوم هذا يعني المادة هنا نقرأ لكم المادة تغيير عن نحو التالي مقتضيات المادة الأولى من المرصوب المشارع إليه على رقم 286 586 الصادر في 24 من محرم 2407 هجريات 29 سبتمبر 1686 المادة الأولى يستبدو مساعدة السلطة الحضاريون كما يلي فاتح يوليوز 2023 ونقال بأن المادة الثانية يستند تنفيذ هذا المرصوم إلى وزير داخلية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد المكلف الوزير الاقتصاد المالية المكلف الميزانية والوزيرة المنتدبة لدى ورئيس الحكومة المكلف الانتقال الرقمي والإصلاح يعني إدارة كل واحد منهم فيما يخصه ونسخة المطبقة للأصل لأمين العام الحكومة المحمد محمد محمد المحجوبي وحرض بالريبات 16 مارس 23 مارس رئيس حكومة عزيز أخنش اه وعاد شليكين ومبروك عليكم والف مبروك الله يصبركم والانسان بتصبر اينا للموراد يالله الله عليكم السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته